قبل هذا الموضوع مع الفلسوديو الزميل خالد الغرابي أهلا بك خالد نبدأ بربما موضوع استدعاء السفير الرباط اليوم من قبل الجزائر هل يؤشر ذلك للتساع الأزمة؟ الخوف أن الأمور تتطور باتجاه الأسوأ لأن بالأساس العلاقات بين البلدين ومنذ استقلال البلدين هي بالأصل علاقات متوترة كان في البداية هناك خلاف على الحدود ثم بدأ مع موضوع دعم الجزائر لجبهة البوليساريو جبهة البوليساريو التي عندما أعلنت الجمهورية الصحراوية أعلنتها من تندوف على الأرض الجزائرية وتلي مركز الجبهة التي قاتلت بالسلاح المغرب كان الجزائر هذا الموضوع كان سبب لتوتر العلاقات بشكل دائم وكان هناك أحيانا يكون هناك هدوء وغالبا يكون هناك تصعيد ويمكن أن يكون صاحب ذلك أيضا عدم ثقة في قيادات البلدين لكن من المثير للاهتمام في هذه المرة تحديدا أن موضوع الإشارة للجزائر كضمن محور يضم حزب الله وإيران هذا قد يضع الجزائر لاحقا في وضع هي ليست في حاجة إليه يعني من المعلوم أن هناك تطورات متوقعة في الملف النووي الإيراني متوقعة يكون هناك نوع من التصعيد أو المواجهة بشكل من أشكال ما بين الولايات المتحدة وإيران وأيضا إسرائيل وقد يكون أيضا هناك دور للمملكة السعودية وبالتالي الجزائر بعيدة عن كل ذلك أن تضع الآن أن تصنف الآن ضمن محور مع إيران وحزب الله في وقت هذا المحور سيستهدف لاحقا ربما تكون الجزائر غنية بعيدة لا تحتاج إلى ذلك في هذا الوقت ثم العودة بالحديث أمام الإعلام بأن هناك نوع من السماح على الأرض الجزائرية لأطراف أخرى بتقديم السلاح والتدريب العسكري لجهة تضر بأمن المملكة المغربية أيضا هذا يسبب نوع من الإزعاج للسلطات الجزائرية حتى وإن كان من المعروف أن من احتضرنا جابهة البوليساري هو الجزائر لكن هذه حقيقة كانت تكون منسية مع الوقت لكن الحديث الآن والتذكير بأن هناك نوع من توجيه أسلحة وتسمية الأسلحة صوريخ سام 9 وسم 11 وأشخاص يدربونه وكذا هذا يحرج الجزائر نعم خالد حزب الله اعتبر أن المغرب يخطأ إلى ضغوط إسرائيلية أمريكية سعودية ربما سؤال ديوترح هل هي ضغوط أم أن هناك مصلحة للمغرب في هذه المقاطعة في هذه فقطة علاقات وربما ضم البوليساريو فيما يسمى بمحور الشر يعني لكي نتحدث عن ضغوط لابد أن تكون لدينا أدلة ليست لدينا أدلة لكن بصراحة كل الموضوع منذ البداية غير مفهوم تماما عزيزة يعني منذ نشأة الدولة الإسلامية في إيران عام 79 الأمور كانت متوترة مع المغرب لماذا توترت في البداية؟ لأن الملك الراحل حسن الثاني عارض الجمهورية الإسلامية في إيران وعارض استضافة الشاه الشاه عدو الثورة الإسلامية وبالتالي من هنا قامت إيران إيران بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية وهنا قطع المغرب العلاقات لكن منذ ذلك الوقت وحتى الآن لم نسمع ولو مرة واحدة المملكة المغربية تتهم إيران بأنها دعمت عسكريا جبهة البوليساريو خاصة أنه كان هناك قتال قتال توقف فقط عام 91 لم يحدث طيب لو كانت ما حدث هو نوع من تقديم الأسلحة والتدريب من خلال إيران أو حزب الله وخلال الأرض الجزائرية طيب ما هي الجزائر تستطيع أن تفعل ذلك لو كانت هناك رغبة إن كانت الجزائر سامحت بذلك هي قادرة على ذلك لماذا تكون هناك حاجة لحزب الله وإيران ثم السؤال المهم ماذا ستستفيد إيران التي تستعد أولا هي منشغلة بحروب في المنطقة إيران لها تواجد في العراق في سوريا نفوذ في اليمن في الأراضي الفلسطينية تتابع الوضع في لبنان توترات مع إسرائيل تعلم أن الولايات المتحدة تعد لها العدة في الفترة المقبلة لماذا هي في حاجة إلى فتح جبهة مع المغرب ما هو الفائدة من ذلك تفسير وزير الخارجية المغربية يقول إن موضوع يخص حزب الله قال إن الأمور نقطة التحول كانت في الثاني عشر من أذار مارس من 2017 عندما اعتقل في مطار الضر البيضاء قاسم محمد تاج الدين بناء على وجود مذكرة أتقال دولي وأن هذا الرجل هو أحد كبار مسؤولي مليئة حزب الله في إفريقيا من الممكن لكن هل هذا سيدفع حزب الله بتخصيص الأموال وإرسال المقاتلين في وقت هو يقاتل في سوريا ويعلم أنه ربما تكون هناك مواجهة قريبة مع إسرائيل هل هذا الفعل يسحق كل هذا رد الفعل تبدو الأمور غريبة حقيقة وبالتالي السؤال أيضا فكرة الدعم الخليجي للمغرب بمجرد الإعلان كيف نفسر ذلك خالد؟ هناك علاقات ممتازة بين المغرب والسعودية هل هذه العلاقات هي التي كانت سبب؟ لكن ماذا عن باقي دول الخليجي حتى قطر والأواد والأخرى كالأردن التي سارعت أيضا بدعم المغرب في هذه الخطوة؟ أستطيع أن أتكلم مثلا بالأساس عن السعودية والبحرين والإمارات لأن هذه الدول هي عورة عن حلف واحد وبالتالي الحديث عن دعم المملكة المغربية مجرد أن تقرر السعودية ذلك وهي قريبة جدا من الإمارات يفهم ذلك ويفهم العلاقات القريبة جدا لكن هل العلاقات الممتازة بين المملكة والسعودية هي التي أدت إلى إعلان قاتل علاقات المغربية الإيرانية أو السعودية هي التي أرادت إبداء الدعم للمغرب ضد إيران بحكم التوتر ما بين السعودية وإيران يصعب الآن الحكم بشكل واضح في كل الأمور لكن في كل الأحوال هناك علاقات جيدة جدا بين السعودية والمغرب هناك أيضا مصلحة للمغرب قد تكون من وراء دمج جبهة البوليساريو مع حزب الله وإيران لأنه إذا كانت سهدف محور حزب الله وإيران في الفترة المقبلة وهناك قرار من مجلس الأمم صدر مؤخرا بضرورة تنشيط عملية السلام والجلوس إلى طاولة المفاوضات فيما يخص قضية الصحراء الغربية بدون شروط مسبقة قد يكون من مصلحة المغرب الآن أن تصنف جابهة البوليساريو التي يطرف في النزاع مع المغضوء عليهم ربما من وجهة نظر الأمريكية وبالتالي سيكون هناك مصلحة استراتيجية للمغرب لكن طبعا في النهاية نحن في إطار التحليل ربما إن توفرت معلمات أكثر سيكون التحليل أدق شكرا جزيلا لك خالد الغربي على كل هذه الإضافات شكرا جزيلا لك